السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأعيد بالتواصل معكم مجددان وأشكره جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين ومشتركين المحتمرين الجدد ونوصلوا المواضع لنا سلسلة المواضع كان عرضوا هذا الأسبوع فالواجبات والحقوق للموظف العمومي وكننا هنا محوار لإنهاء خدمة الموظف وقلنا أن هناك خدمة الموظف العموميين وكيتحلفوا من الأسلاك دي الإدارة من الأسلاك الإدارية دي الوظيفة العمومية وكانت نقاطع بالتالي رابطتهم بإدارة الدولة متى توفرت إحدى الحالات وقلنا هي الاستقالة المقبولة في صفاتهم قانونية والإعفاء والعزل وفقد الجنسية والإحالة على المعاش والوفاة وكانت تكلموا في كل محوار على هذه الحالة ودخلنا في الإحالة على المعاش ونشوف تقاعد التام إذا الموضوع حلوان دي الموضوع هو التقاعد التام وهو التقاعد اللي نقدرون نعطيهه التقاعد طبيعي فكتعتبر الإحالة على المعاش إحدى الوسائل القانونية اللي كيتم من خلالها حذف الموضط من أسلاك الوظيفة العمومية وكي يصدر قرار الإحالة على المعاش في حقي الموضف في الحالات التالية إما إلى بلغ لمعني بالأمر السن لمطلوبها نظاميا لأجل الإحالة على المعاش أو إلى كانت عنده واحد تصاب الموضف بعجز واحد العجز بدني نهائي أو يقدر تكون الإحالة على عدم كفاءتي المهانية أو الإحالة على المعاش كعقوبة تأديبية إذن تكون الحالة حتمية بالنسبة على المعاش كعقوبة تأديبية ف المحوار اللي كان هدو البلوغ المعني بالأمر السن المطلوبة نظاميا لأجل إحالة على المعاش هو الملك التمنح الحق في المعاش الموضف أو العون حين بلوغ السن القانوني المطلوبة لأجل الإحالة على المعاش وكتحدد هذه السن حسب ما إذا كان الوضع يتعلق بالتعاقد التام أو التقاعد النسبي في الفضل حصة نتكلم على التقاعد التام على أن نرى التقاعد النسبي في عرض آخر فكيكون التقاعد التام وكيكتسب الحق في التقاعد كامل بطريقتين الموضفون والأعوال البالغون من العمر 60 سنة دون اعتبار لمدة الخدمة التي قدوها في الوظيفة بمعنى كمثلا واحد خدم 30 عام واحد خدم 35 عام واحد خدم 20 عام إذا ما كنتخل هذه الاعتبارات من كيكون التقاعد التام غير أنه يتم تسديد هذا الحد إلى 65 سنة بالنسبة الأساس للتعليم العالي 66 سنة بالنسبة لعضاء الهيئة القضائية ومع ذلك لا يمكن بأي حال الاحتفاظ بالموضفين والأعوال الذين بلغوا السن القانوني للأحال على التقاعد إذن أعيد هذا التقاعد التام كيكتسب الحق التقاعد الكامل بطريقتين الموضفون والأعوال البالغون من العمر الستين سنة دون اعتبار لمدة الخدمة التي قضوها في الوظيفة غير أنه يتم تمديد هذا الحد إلى 65 سنة بالنسبة للأساس داديا التعليم العالي و 66 سنة بالنسبة لأعضاء الهيئة القضائية وما عاد ذلك لا يمكن بأي حال الاحتفاظ بالموضفين والأعوال الذين بلغوا حد السن القانوني للإحال على التقاعد إذن إلى هذا الحد نكون وصلنا إلى نهاية العرض على أمل اللقائبكم في عرض آخر إن شاء الله وبالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر